بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نلتغي اليوم في درس جديد من السلوك التنظيمي وهو عن القيادة والقوة ومفهوم القيادة والقوة نبدأ نهدف منه إلى التعرف بالأسس والمفاهيم المتعلقة بالقيادة والقوة ثم نهدف من هذا الفصل إلى مناغشة نظريات القيادة والأنماط القيادية المطلوبة من واقعنا المعاصر يحتوي هذا الفصل على الحديث أول عن القيادة ثم الحديث ثانيا عن القوة ونبدأ بمقدمة يهتم المديرين عادة بإيجاد ظروف عمل صحية لأنهم يوقنون أن تحقيق الأهداف لا يتم إلا عن طريق الجهد البشري لذلك كان لابد من عملية التأثير على سلوك المرؤوسين حتى تتحقق الأهداف وهذا يتطلب قيادة مؤثرة وقيادة فاعلة لأن المدرى يعرفون جيدا أن العمل الجماعي هو الذي يمكن من تحقيق الأهداف وبالتالي لابد من وجود قيادة في أي مؤسسة تقوم على مبدأ مهم وهو عملية التأثير في المرؤوسين نحو تحقيق الأهداف نبدأ بالحديث عن مفهوم القيادة عملية القيادة تعني التأثير على سلوك الأفراد أو الجماعات نحو تحقيق أهداف محددة إذن أن جوهر عملية الإدارة هو جوهر عملية القيادة هو التأثير أي تأثير القايد في المرؤوسين وحتى يستطيع القايد أن يؤثر في سلوك المرؤوسين لا بد من دراسة هذا السلوك وهذا عينه ما نقوم به خلال هذا المقرر إذ أننا ندرس السلوك التنظيمي حتى نستطيع أن نؤثر في سلوك المرؤوسين تأثيرا إنجابيا نحو تحقيق الأهداف وهناك تعريف آخر للقيادة وهو تعريف تاينون بوم وماسريك وهما عرفوا الإدارة القيادة بأنها التأثير الذي يمارس بين الأشخاص ويوجه من خلال عملية الاتصالات نحو تحقيق هدف أو أهداف محددة إذن إذا كان المفهوم الأول التعريف الأول أو التعريف الثاني نجد أن التعريفين يفتفقان في أن القيادة تقوم على مسألة التأثير في سلوك المرؤوسين نحو تحقيق الأهداف وهذا مثل ما ذكرت هو جوهر عملية القيادة أيضا القوة تعرف بأنها احتمال فرض إرادة شخص على شخص ما على إرادة سلوك شخص آخر إذ أن الشخص تكون له سلطة ويكون له قدرة على فرض إرادته على شخص آخر لذلك نعرف القوة بأنها فرض إرادة شخص على شخص آخر فرض إرادة شخص على إرادة شخص آخر هذا هو مفهوم القوة والقوة أيضا يمكن أن تعرف بأنها قدرة الحصول على التأثير المطلوب ومن هنا يأتي المبرر لماذا ندرس القيادة والقوة؟ ندرس القيادة والقوة لأن جوهرهم هو التأثير التأثير في المرؤوسين نحو تحقيق الأهداف ولكن في القيادة التأثير عنده أكثر من وسيلة بينما في القوة يأتي التأثير عن طريق فرض إرادة شخص على إرادة شخص آخر وفقا لمفهوم القوة وهناك حقيقة مفادة أن عدم ممارسة القوة من قبل القايد لا ينفي وجودها وهذه النقطة التي كنت أتحدث عنها باعتبار أن القايد يمكن أن يؤثر باستخدام أساليب أخرى خلاف القوة وبالتالي نقول أن القايد يملك القوة ويملك القدرة على فرض إرادته على المرؤوسين وإذا لم يستخدم هذه القدرة فهذا لا يعني وجودها ويمكن أن يستخدم أساليب أخرى مثل الاستمالة مثل الإقناع مثل التفاوض وحال فشلت الأساليب الأخرى يمكن أن يلجأ إلى هذا الاسلوب وهو اسلوب القوة طيب من أين يستمد القايد قوته وهذا يقودنا للحديث عن مصادر القوة تنبع القوة من مصدرين أساسيين هما أولا المركز الوظيفي والاجتماعي للفرد وثانيا المصدر الثاني هو الصفات الشخصية للقايد إذن المصدر الأول هو المركز الوظيفي والمصدر الثاني هو الصفات الشخصية للقايد بالنسبة للمصدر الأول لمصدر القوة هو المركز الوظيفي والاجتماعي فيدخل فيه القوة الشرعية والقانونية يدخل فيه قوة المكافأة يدخل فيه القوة القسرية يدخل فيه قوة المعلومات إذن القايد يمكن أن يستقل هذه المصادر للتأسير في المرؤوسين عن طريق القوة الشرعية والقانونية التي هي سلطته بحكم وجوده في الهيكل التنظيمي وهي سلطة يستمدها القايد من وجوده في الهيكل باعتباره قايد على المرؤوسين إذن على المرؤوسين أن يطيعوا أوامره وله عليهم سلطة سلطة قانونية وسلطة شرعية بحكم وجوده في الهيكل التنظيمي المصدر الثاني مصدر القوة المكافأة وهي أن يستخدم القايد المكافأة أو التحفيز المادي أو المعنوي للمرؤوسين يعني مثلا يمكن أن يقول للمرؤوس إذا أنتجت أو زاد إنتاجك سوف تأخذ مكافأة قدرها 500 ريال فإذن استخدم القايد قوة لكي يؤثر في المرؤوس يسمى قوة المكافأة وعكسها تماما قوة العقاب أو القوة القسرية فيمكن كمثال يقول للمرؤوس إذا تأخرت عن الدوام سوف أخصم من راتبك 100 ريال فهنا عن كل يوم تأخير فهنا استخدم قوة القوة القسرية أو قوة العقاب وهي قوة نقيض لقوة المكافأة هناك أيضا قوة المعلومات والقائد بما يملكه المعلومات يمكن أن يؤثر في المرؤوسين باعتباره يستخدم المعلومات بالقدر الملائم وتدخل فيها أيضا قوة الخبرة باعتبار أن القائد مثل الطبيب والمريض فالطبيب إذا قال لك تستخدم هذا الدواء صباح ومساء فأنت تستخدمه باعتبار أن له عليك سلطة الخبرة الأستاذ برضو التلميذ أو الطالب فالطالب يطيع الأستاذ باعتبار أن له عليه سلطة معلومات أو سلطة خبرة المصدر الثاني مصادر القوة وهو مصدر الصفات الشخصية للقائد خبرة القائد علم قائد ومعرفته وكذلك مدى شخصية القائدة الكارزمية إقناع المرؤوسين وكذلك القوة المرجعية والقوة الشخصية إذن هذه جميعا المصادر التي تستمد منها القوة إلى هنا أشكركم إلى أن نلقاكم في اللقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر